أيضا يدل على أن الشيخ السالمي كان من بداية الأمر عندما قاءه الشيخ سعيد كان متوسما فيه الخير والدليل على ذلك أنه عندما قرأ قصائده أبى إلا أن يشرحها بنفسه دلالة على أن القصائد التي نظمها الشيخ سعيد رحمة الله عليه ثرية بالعلم وبأحكام الدين وبأحكام الشريعة الإسلامية فأبى إلا أن يشرح هذه القصيدة شرع الشيخ سعيد بن حمد الراشدي بالتأليف منذ صغر سنه فأفاض الله على لسانه مجموعة منظومات وهي فيض المنان على من ادعى قدم القرآن والمناظرة العقدية ووصف الحال الذي يعتقده المخالفون وعلم الرشاد في الدفاع والجهاد بالنسبة للتأليف الشيخ سعيد ما وقدنا شيء من كل تأليفه لكن اللي وجدناها أربع منظومات اللي وجدت أربع احتفلت بها مكتبة نوردين السامي ولكن شيء بعد نوردين السامي يمكن تكون موجودة في أماكن أخرى وربما موجودة في وزارة التولادة مخطوطة لكن المراسلات وأكثرها في مكتبة نوردين السامي فالمهم أن هذه المنظومات منها ما هو نظم حدث كنظم القدل الذي صار بين الشيخ السامي وهو مكان الشيخ سعيد حاضر مع رجل آخر من المخالفين ونظم الواقع كما هي سبحان الله وأيضا كتب قصيدة فيما سمع رد على ذاك الشخص في الرؤية عن رؤية الخالق والتجزيد تشبيه يعني وأيضا في حياة نوردين السامي نظم منظومتين هناك لنفس الشهادة كل المؤلفات قات وهو موجود بعد الشيخ السامي منظومتين في أحكام القهاد وأيضا في رد على مقالة في قدم القرآن ترجمة نانسي قنقر